يعني هل معناه أنه غياب الوعي سببه عدم وصول المعلومات للناس أو عدم إقبال الناس على المعلومات يعني ما أدري وش اللي ممكن نحددها به طبعا الوعي يبدأ من البيت حلو الوعي يبدأ من البيت فإذا كان الوعي مفقود في المنزل فهي مشكلة لأنه تبدأ تنتقل من جيله لآخر يا سلام تنتقل من جيله لآخر فلابد يكون يبدأ الوعي من المنزل فمثلا أيوة مثال إيش الأسالي مثلا ممكن يتخذ الوالدين عشان بس مثلا يوعون أبنائهم حلو عندي كأول شي الحصالة جميل تمام الحصالة حطها مثلا وتعالوا يا شباب أنتبون تروحون الملاهي خلاص عبوا هنا إذا وصلتم مئة ريال يبنروح الملاهي وإنت بعد كأب أو برضو الأم يوررونهم مثلا يجون يشاركون معهم برضو فيأخذون مثلا يحطون مثلا هو مبلغ بسيط بس قدامهم عشان يبدون يتحمسونه خمسة ريال خمسة ريال عشرة ريال اللي هو فهذا الحصالة فهذا تبدأ بعمر يعني صغير جدا على إذا كبروا شوي مثلا ممكن تنتقل إلى مرحلة أعلى شوي تبدأ شوي تحقيق تحدي يعني مثلا عندي بلدي زيادة لاحفظه جاينا قال أبغى بلاي ستيشن قلت ما يخالب جيب لي خمسمائة ريال وأنا بكمل الباقي أجيب ورقة وقلام تعال 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 مصروفك وهذا اللي تنتصر فيك اليوم ولو جيت وكذا نهاية السنة وراح تحصل معك كذا وممكن يصير عندك نجحات وعيديات ومحطة عليه وعنده حصالة عنده حصالة أكيد أنا باع عندي العيال لهم طريقة ثانية بس ذلونا يا أخي وشي ذلونا يعني أنا لأخذوا شيء ودوه الوالدتهم على طول تحفظه يعني عندها المصيبة همي بهنان المصيبة أنه إذا قال قال أبوي أنا بغي شيء فلاني قلت لا أبوي ما يعني لا يا أبوي ما لا داعي مثلا بشتري شريط كذا قلت لا ما يستطيع تشترينا ما فلوسي كان يقول ما يوقف الباب عليك لا وشي قف الباب علي كان يقول لي يعني طرحاتك تمنع علي يعني أنا بشري بفلوسي حقي تعبي ذا ثم اللي سألها يقول له شوف يا حبيب قلبي الفلوس أبعطك إياها الآن أنا بس ما تشتري دي الشريط كان قلت لا راح لأمك راح لأنني ما تهمني الفلوس بقدر ما يهمني أنت ومصلحتك أنت سلام إيه لا ليه فعلا يذلك حيان بتاعي عطني وش اللي عندها ميتين ريال رات ميت ريال يذلنا عليها ف وانا وانا للصبر شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة